ربما هي معادلة رياضية بسيطة او معقدة لا يفهمها معظم البشر عائلة سيمبسون هو واحد من اطول المسلسلات في تاريخ التلفزيون الامريكي وابتدع خلال فترة عرضه العديد من السيناريوهات الغريبة العبثية ومع ذلك في اكثر من مرة تشابهت هذه السيناريوهات تشابها مخيفا مع امور حدثت على ارض الواقع بعد عرض تلك الحلقات بسنوات طويلة فالمسلسل نجح في وضع تنبؤات صحيحة عن المستقبل اكثر مما يمكن احصائه لكن هناك ثلاثين حالة على القل بدل المسلسل فيها وكأنه يعرف على وجه التحديد ما سيحدث في الواقع بشكل مدهش ومؤخرا ظهرت العديد من الصور التي تؤكد أن المسلسل تنبأ بموت جورج فلويد بعد اختناقه تحت اقدام الضابط وبعدها تبدأ الاحداث في التسارع ويتم حرق مبنى الشرطة حسنا هذه ليست القصة الحقيقية تبدأ الحلقة بتأخير هومر عن عمله بشكل كبير بعد نومه لما يزيد عن يوم كامل يضطر ذلك الاسراع والخروج من الازدحام المروري مخالفا القانون ليصل الى عمله فتتعاقبه سيارة الشرطة وتوقفه عند قدوم الضابط يسأل هومر حسنا ايو الذكي اين الحريق يشير هومر ان الحريق هناك فيظهر مبنى الشرطة يحترق كما يتضح من الحوار كاملا لا يوجد اي اشارة او تشابه بين حارق مبنى الشرطة في الحلقة وبين حارق مبنى الشرطة نتيجة المظاهرات لمقتل جورج فلويد الذي انتشرت صورته في المسلسل تحت اقدام الضابط لكن باستخدام خاصية البحث العكسي لصور لعزل كل صورة بشكل منفصل توصلنا الى الصورة الاصلية منفصلة بجودة عالية وبتدقيق في الصورة ذات الجودة العالية يتضح ختم المصمم عليها واضحا في اسفل يمين الصورة كما ترون هنا وقمنا بالبحث عن الاسم يوري بومو وتمكننا من الوصول الى حساب هذا المصمم على انستغرام كما تشاهدون قام يوري بومو بنشر الصورة الاولى بتاريخ 30 مايو 2020 فالصورة من تصميمه الخاص وليست من احد حلقات المسلسل الشهير سيمسون قد يبدو من الخيال العلمي اننا نعيش في احداث معدة ومخططة سلفا لكن ان كنت تابعت هذا المسلسل فستكون متأكدا ان كل شيء مخطط له فعلا ويبدو حسب المسلسل ان الولايات المتحدة العظمى باتت نهايتها وشيكا وقد اعترف كاتب المسلسل انه يستلم نصوصه من الابي الروحي له انجرسون لوكوود وهو محامي وكاتب سياسي امريكي وروائي كان قد كتب روايتين خياليتين عن صبي صغير يدعى ويلهام هينريش سيباستين ترامب يلقب وعادة بليتل براون ترامب وعنده كلبه الرائع بولكار والغريب ان ابن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يسمى براون ترامب تبدو الرواية بمغادرة براون ترامب هو كلبه قلعة ترامب في رحلة لاستكشاف عالم تحت الارض لاثبات نظرية ان الارض ليست صلبة وربما في ذلك اشارة الى عالم الرأسمالي الهش وانما هي مسكونة بالناس الذين يعانون تحت الارض من اضطرابات فضيعة وكان صبي ترامب قد علم بهذه النظرية من خلال المخطوطة التي قدمها له والده وهي بعنوان عالم داخل العالم والتي تعود للقرن الخامس عشر وقد كتبت بقلم مفكر شهير وفيلسوف يدعى دون فام بعد دخوله العالم الذي داخل العالم وجد ان مدينة نيويورك تغرق في حالة من الفوضى والاضطرابات كان الجانب الشرقي باكمله يعج بالفوضى والضجة وكانوا يهددون بنهب وتدمير منازل الاغنية الذين ظلموهم على مدى سنوات عديدة هناك العديد من النظريات التي تفتع الانترنت بخصوص هذه الرواية الخيالي الرائعة ومدى تقاطعها وعلاقتها بعيلة ترامب وبالاحداث الحالية البعض يقول ان كل شيء يحدث لسبب ما وليست هناك مصادفات والبعض الاخر يقول ان بارون ترامب هو نفسه المؤلف لوكوود الذي سافر عبر الزمد ليكتب عن مغامرته والبعض الاخر يعتقد ان ستيف بنان البالغ خمسين عاما هو نفسه ترامب الاب وكان يسافرني معنا ونحن نعتقد انه اذا اجتمع الجن والانس على ان يضرون بشيء لن يضرون ولن ينفعون الا بشيء قد كتبه الله لنا دمتم في حفظ الله ورعايته يمكنكم تحميل الكتاب من الرابط الموجود في مربع الوصف لكن الاسف هذا الكتاب غير متوفر الا باللغة الانجليزية هكذا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الفيديو ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا يمكنكم الاشتراك فقط بالضغط فوق الصورة الظاهرات امامكم وان كنت من المشتركين يمكنك مشاهدة هذه الفيديوهات السابقة ترجمة نانسي قنقر